يعد متحف الدبابات الملكي في الأردن معلماً يؤرخ لمرحلة ظهور وتطور الدبابة منذ العصور الغسطى إلى وقتنا الحاضر المتحف يضم في جنباته مئات الدبابات والآليات في عدة قاعات تقدم صوراً مختلفة عن تاريخها للزوار مراسلنا نايف المشاقبة يجوب بنا في جنبات المتحف هذا هو متحف الدبابات الملكي في الأردن بناؤه يعد تحفة فنية وهندسية غاية في الروعة والدقة وفتوتها عام 2018 صمم هيكله الخارجي على شكل قلعة صحراوية منيعة والمتمعن فيه جيداً يرى أيضاً أنه يشبه الدبابة نروي قصة الدبابة بعدة طرق عشان تتناسب مع أصناف الزوار اللي بيجوا للمتحف فمثلاً الطفل الصغير بيلاقي فيها إشي بيحاكي شغفه وأنه بدي يستكشف إشي جديد والمتقاعد العسكري بيلاقي فيه طبعاً ذكرياته والمواطن العادي بيستكشف وبيشوف عظمة التضحيات اللي تقدمت وفي محيط المتحف مضمار لإقامة العروض العسكرية للمشاهدين ولتعريفهم بكيفية عمل الدبابة فالمتحف رسالة تثقيف وتوثيق أيضاً عدد الآليات العسكرية من دبابات وآليات عسكرية بالضبط هم 147 دبابة داخل المتحف وخارج المتحف أن ما يقارب العشرين آلية عسكرية ودبابة إشي منهم للعرض وإشي منهم للعروض الحية تركيزنا دائماً يكون على النشأ الجديد على الأطفال بحيث أنه يطلع الطفل من المتحف يملك محتوى معرفي يساعد على تنمية وتعزيز انتماؤه لهذا البلد وداخل المتحف يشاهد الزائر موطناً حقيقيًا للإرث العسكر الأردني والعالمي كل ذلك من خلال 15 قاعة لكل منها قصة مع الدبابة تروي فكرة نشأة الدرع مروراً بتصميم أول إنموذج لآلة حربية للمصمم الإيطالي اليوناردو دافينشي الزائر بيقدر يتعرف على الآليات العسكرية التي خدمت في قواتنا المسلحة وعلى أنواع الدبابات من تاريخ مشاركتها في الحروب العالمية حتى تاريخنا الحاضر هنا قاعة الثورة العربية الكبرى وفيها تجسيد حقيقي للمعارك بين الثوار العربي والجيش العثماني وتتضمن تفاصيل كثيرة عن تضحيات الثوار العرب وفي المقابل قاعة الحربين العالميتين الأولى والثانية وتضم أنواع مختلفة من الدبابات التي استخدمتها البلدان المتصارعة حينئذ الزائر غير عن أنه بيشوف دبابات عماله بيسمع عن تاريخ فأي مهتم بتاريخ المنطقة أو تاريخ العالم سيلاقي المعلومة متوفرة في المتحف من قبل المرشدين الموجودين وفي إطار التسلسل التاريخي للأحداث هنا قاعة صممت لإظهار دفاع الأردن عن القدس هنا تجسيد لمعركة باب الواد وتلك أسوار القدس حيث كان يحرصها الجنود الأردنيون وفي المقابل معركة اللطرون التي دارت رحاها في القدس أيضا أما معركة الكرامة فلها خصوصيتها عند الأردنيين وخصصت لها قاعة تحاكي واقع المعركة بالفعل وهذه دبابات وآليات شاركت في المعركة وتلك غنائم حقيقية غنمها الجنود الأردنيون خلالها السلاح 25 رطل مدفع رائع الحقيقة وأنا كنت أستخدمه في معركة الكرامة كنت ضابط ملاحظة للمدفعية على النهر متقدم نحن في قاعة معركة الكرامة نحاول أن نضع الزائر في جو المعركة في المكان الذي حصلت فيه في غور الأردن لذلك ترى شجرة البرتقال والليمون والآليات التي معروضة هناك هي الآليات الفعلية التي شاركت في المعركة بالإضافة للآليات التي غنمها جيشنا من المعركة الحروب العربية الإسرائيلية لها أيضا جناح وتعرض فيه دبابات وآليات شاركت في المعارك بالفعل وخلفها علقت صفحات جرائدة تحكي عن أخبار تلك الحروب أخذنا شوي عن معركة الكرامة وعن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان شعور كثير حلو لإني هسا أول مرة بشوف دبابة وجها لوجه بالحقيقة كان شعور كثير حلو وتتوسط المتحف قاعة الملك عبد الله الثاني وفيها مقتنياته العسكرية ودبابته التي خدم بها وطائرته التي تدرب عليها وسيارته العسكرية أيضا أمامها موجود ثلاث شاشات تحكي عن ثلاث فترات زمنية من حياته طفولته ودراسته في ساند هيرست كمرحلة والمرحلة الثانية وهو أمير يخدم في القوات المسلحة الأردنية كضابط وكجندي والمرحلة الثالثة كملكة للمملكة الأردنية هاشمية أمامهم نعرض الدبابة من نوع خالد اللي كان يستخدمها خلال خدمة العسكرية وعليها نداء رقم تسعة ويعتبر المتحف كنزا معرفيا يقدم للزائر تفاصيل أحداث تاريخية هامة ساهمت الدبابة في صناعتها يحكي هذا المتحف قصصا حقيقية لحروب ومعارك خاضتها هذه الدبابات في مختلف أنحاء العالم واليوم استقرت هنا لتكون شاهدة على أحداث مهمة في التاريخ هنا دبابة شطرت إلى قسمين والهدف أن يعرف الزائر كيفية عمل الدبابة وأماكن الجنود فيها وأين توضع القذاف وفي قاعة أخرى شرح مفصل بالصوت والصورة عما يجري في الميدان نحن نعتبر حفاظ لهذا التاريخ العسكري ونحن موطن للإنث العسكري فجزء من دورنا نحافظ عليه ونوثقه وننقل الأجيال القادمة ونمنع أنه يختفي بزوار الأشخاص اللي بيحكوه الحرب الباردة بكل تفاصيلها حاضرة في المتحف الغرب في مواجهة الشرق أي حلف الناتو ضد حلف وارسو قبل انهياره دبابات وآليات متقابلة بشكل حقيقي كل جهة تمثل حلفا وتروي حكاية المواجهة الباردة فترة الحرب الباردة بتشوف فيها الدبابة الشرقية مواجهة للدبابة الغربية المدافع مواجهة لبعض في محاولة لتصوير الواقع اللي كان في هذه الفترة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وفي عز الصراع وسباق التسلح في الحرب الباردة أيضا كمان السياسيين اللي يعني يعني منخرط في الشؤون الحرب والسياسة متلازمان والسياسيين هم من يقررون الحروب فالسياسيين من مستوى عالي شوي أقول مفيد جدا انهم يشوفوا هذا وشوفوا هذا التطور وكيف كانت تتصارع القطبي العالم خلنا نقول الآن ذاك وما هي أسلحتهم أما دكان الدبابات فيعرض هدايا وتذكارات يستطيع زوار المتحف شراءها في نهاية جولتهم للاحتفاظ بها نايف مشاقبة سكانيوز عربية عمان